اشتركوا في القناة في الطواف يؤكد المكانة المتميزة للفريق الذي يؤكد سيره على الخطة الفنية المدرجة التي وضعها الجهازين الفني والاداري الهدفة الى تحقيق افضل النتائج في المشاركات الخارجية وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان فكتوريس البحرين يحقق اهدافا عديدة لمملكتنا الغالية وتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال المشاركة في مختلف بطولات العالم الخارجية حيث نسعى لمواصلة تحقيق رؤيتنا واستقلال الجانب الرياضي بافضل طريقة للترويج لمملكة البحرين في هذا الجانب واضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان فكتوريس البحرين للدراجات الهوائية ماضي في مواصلة حصد الانجازات ومواصلة رفع اسم المملكة عاليا في المشاركات الرياضية الخارجية وهو الهدف الاسمى الذي نسعى لمواصلة تحقيقه دائما مشيجا سمو بالمكانية العالية التي يمتلكها الدراج في البهوس الذي قدم مستويات متميزة في الطواف واتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لفريق فكتوريس البحرين للدراجات الهوائية في المشاركات القادمة والتي ستكون اكثر اهمية وقوة في مواصلة تحقيق الانجازات وتأكيد مكانة الفريق في المشاركات الخارجية اشتركوا في القناة